موسيقى 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 بمنسبة النقطة اللي ترتدي ذلك البرنامج الجديد اللي طرحته الحكومة في مشروع قانون المالية اللي الحمد للبرة اللي قانون المالية يعني رات تصوت عليه مؤخرا فالسيد السيد الوزير المكلف الميزاني السيفوزيق جاء صرح يعني يعني بعض النقط اللي تتخص هذا البرنامج وهي تحديد الثمان ديال هاد الفئة اللي يتكون يعني كان الكاتيغوغير الولى ديت 300 ألف درام 30 مليون وكان الفئة التانية ديت 600 ألف درام بالنسبة للدعم ما زال ما تحددش يعني الوزارة عادة تكلف الدعم بشوفتك البيجي غلوبال المستفيدين وخلوا المسألة يعني تنظيمية لهذا المشروع للوزارة الوصية يعني وزارات الإسكان قد نعيد الاجتماعات على صعيد الفيدرالية فيما يخص مناقشات هذا البرنامج قبل ما يخرج للوجود الحمد لله كان يعني نقاش إيجابي وفعال ولكن الآن ما زال ما انتهاش ما زالت يعني ما ديني الوزارة الوصية أن تعاوت يعني تعاقد باش نوضعوا يعني الاليات وذلك دفترة تحملات لغالي تطرح الوزارة باش نحاولوا أن نساهموا في هذا البرنامج لأن هذا البرنامج مهم بالنسبة للمواطنين بالنسبة للشروط اللي حطتها الحكومة وشخصية الوزيرة أنها المستفيدين يعني يحددوا ذلك المعايير المستفيدين يعني اللي يقتلوا الشقة لأول مرة وعدي مسائل مهمة ولكن الجانب الآخر ما زال ما حددوش يعني واش المنعيش الحقاري غادي يدير واحد الاتفاقية مع الوزارة الوصية الوزارة الإسكان كما كان في السكل الاجتماعي اللي كانت تكون واحد يعني واحد والذي كان نخرج في الفين وعشرة والذي فعلا كان برنامج يعني مهم كان نخرج لكتعاف كان السيد الوزير حجيرا كان فعلا قلس معنا عدة مرات ونقشنا ذلك البرنامج وفعلا كانت تعطالوا واحد الوقت الكبير ديال الدراسة والنتائج دياله كانت جد إيجابية وهنا لازم نوه بالدور للعبات للعبون المنعيشين العقاليين في إنجاح ذلك المشروع فبالتالي فهذا المشروع اللي تطرح اللبف 2023 فلابد من فتح حوار مع المنعيشين العقاليين لأن أي مشروع لأن جميع الأطراف تكون رأيها لكي ينجح ونحن إن شاء الله ضروري أننا ساهموا لكي ينجح ولكن بطبيعة الحال في جميع الأحوال فنحن مستمرون المستمر لا يجب أن يكون واحد هميج للربح لربما هذه الأرقام التي تكون لديها رتيبات وطيد تفترض التحميلات التي تطرح الوزارة الإسكان لأن تفترض تحميلات بعض الشروط التي تكون فوق الطاقة المنعيش العقالي فلابدالله لربما حالك المشروع مينجيش